يا مساء الخير على حضراتكم ودايما يا رب الخير فينا وبينا وخيرنا دايما لبلدنا بلدنا لما تحتاجنا تلاقينا موجودين لها ظهر وسند الحقيقة النهاردة يوم جميل ويوم الانطباع فيه انطباع إيجابي بشكل كبير لما نقول وما نكونش مبلغين ان احنا نقول النهاردة يوم تاريخي ويوم رد جميل ده حقيقة مش مبلغة يوم تاريخي لان المصريين النهاردة ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية وحب البلد من خلال المشاركة فهم استحقاق انتخابي بتشهده الدولة المصرية اللي بيحصل النهاردة سواء داخل أو خارج اللجان الانتخابية فعلا بجد حاجة تفرح وإذا كان نقطة البداية أو الانطلاق كان للمصريين في الخارج اللي كتبوا السطور الأولى في قصة وعي المصريين من خلال إقبالهم على التصويت في الانتخابات فمشهد شافوا تابعوا العالم كله النهاردة المصريين في الداخل بيواصلوا المسيرة وبيكملوا قصة الوعي ولما بنقول كمان إنه هو يوم رد جميل لأن البلد دي بكل تأكيد لها حق علينا وحق البلد دي إنها لما تحتاج الشعب المصري لازم إنه يلب الندى ده عهدنا بالمصريين دايما المصريين دايما قد التحدي وقد الرهان لما بتراهن عليهم بينجح الرهان وعن استحقاق وجدارة دايما المصري كده بيستشعر الخطر وبيصطف لما يحس إن بلده فعلا لا فيه مشاكل فيه مؤامرات فيه تحديات سواء داخلية أو خارجية وما أصعب طبعا الظروف والوقت اللي السسنائي اللي بتعيشه الدولة المصرية خلال هذه الفترة فترة فارقة في تاريخنا فترة مش هتقول إنها بتهدد دولتنا لكن إحنا قادرين وبعد ربنا سبحانه وتعالى باستفاف الشعب المصري وبجبهته الداخلية بمؤسساته نقدر إن إحنا نقاوب ونعدي أي مشاكل النهاردة مع حضراتكم وشفنا طبعا في الساعات الأولى من ساعة ما فتحت اللجان أبوابها شفنا المصريين بكامل الفئات بقى لما نتكلم على المرأة لما نتكلم على الشباب لما نتكلم على كبار السن مشهد إيجابي وإن شاء الله يكمل معانا في الساعات اللي جاية طبعا دايما نقولك إيه فيه أوقات كده بيبقى فيها إقبال وفيه أوقات الدنيا بتريح وفيه أوقات ترجع تاني الإقبال يكون موجود فزي ما كنت بقول لحضراتكم أم بارح إن كل الأجواء مهيئة كل واحد عمل دوره ولفه وكان نتكلم على التأمين ووزارة الداخلية لما نتكلم على هيئة الوطنية للانتخابات والتسهالات والإجراءات اللي قامت تقبيها لما نتكلم على الإشراف والمتابعة كل مفردات العملية الانتخابية موجودة بس إيه لي يفرق إيه لي يتغير إزاي الموضوع ده ينجح ينجح بينا ينجح إن المصريين ده حقهم ووجبهم إن هما دايما يكونوا وراء بلدهم زي ما كنت بقول لكم تاني مبارح مش مهم إنت بتختار مين أو إيه لكن المهم إنك تكون موجود في هذا المشهد إن المشاركة الشعبية الواسعة وكبيرة تتنقل سواء تتنقل لنا نفسيا وتتنقل لولادنا وندرب لهم كده مثل في هذه المسألة أو تتنقل للعالم كله في الظرف الاساسنائي ده لأنه مع القيادة المقبلة إن شاء الله مع قرارات مصرية مع تحدي بواجه سيادتنا وأمننا القومي لازم تكون محمي محمي بشعبك بظهير بيقيدك بيقول إن هو موافق على كل هذه القرارات فإحنا معكم وتغطيتنا مستمرة طبعا على شاشة الحياة بدأنا مع حضراتكم من الساعة 8 وهنكمل غاية نص الليل تقريبا ولحظة بلحظة هنشوف اللي بيحصل فيه اللجان الانتخابية ونشوف المشاهد والتحليل طبعا السياسي وتحليل متعلق بأجواء الانتخابات كل الكلام ده هنتابعوا مع حضراتكم لكن رسالة وبنقولها البعض ولازم نقولها البعض أنا وأنا جاية في الطريق اللي هو أي حد ها هتنتخب رحت انتخابت احنا نقول لبعض كده نقوي بعض نشجع بعض اللي مكسل لا نديله الدفع دي ازاي ايه المشكلة ما ننزل ده هي نص ساعة زمن اللجنة الانتخابية جنب بيتك وطبعا كان متاح ان انت تغيرها كمان فكل حاجة ميسر فالستة المصرية اللي دورها دايما دور فارق وقوي وبتنزل ولادها وجوزها ده دورك والراجل المصري اللي يعني رجالتنا رجالة الشعب المصري ده دورك ووجبك وننزل مع بعض ومع صحابك ومع ولادك تدلهم القدوة في حب البلد دي والانتماء ليها وان صوتك او رأيك مش على مواقع التواصل الاجتماعي او بينك وبين صحابك صوتك ورأيك بيكون في سندي الانتخاب